هنا بقى لازم ببقى فاهم يا ترى هل ترى هم عايزين ايه بس من وجهة نظر السياسيين والديبلوماسيين و اهل الاختصاص زي ما بتقال معانا على التليفون معالي السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الاسبق اهلا بيك يا فاند اهلا يا سيد يوسف ازاي حضرتك اهلا بحضرتك يعني مهم عندي ان انا افهم او اسمع من حضرتك رؤيتك لهذه التصريحات او التقارير اللي بتنشر في الصحافة والاعلام الاسرائيلي حول عملية عسكرية في جنوب القطاع وتحديدا يعني متاخمة للحدود المصرية وحدثهم للأسف الشديد وهو الزائف المزور حول وجود انفاء ما بين مصر وما بين القطاع وحديث حضرتك اضرى بيها لا واشوف حضرتك اهلا احنا من يوم 7 اكتوبر ونقدر نقول ان في قدر كبير جدا من الاتراب في القيادة الاسرائيلية وتصريحات كلها اما متناخدة اما جوفاء وليس لها اي معنى وليس لها اي مدلول ويمكن حضرتك لاحظت الاول ان بدأوا بفكرة النزوح وان هما يروحوا اهلنا وشقعنا في غزة ان هما ينزحوا الى سيناء وان حضرتك شوف موقف المصري كان يعمل ازاي صارم قاطع وفي نفس الوقت كان فيه تأييد دولي للموقف المصري تأييد فلسطيني اساسا الشعب فلسطيني مش هيسيب ارضه تحت اي ظرف من الصوف اذا احنا امام يعني اسرائيل المطرنحة الاسف في هذه الايام بتطلع بينها يعني بعض التصريحات اللي هي لا تتسق مع الواقع اللي موجودة على الارض ويمكن فيه جزء منها الاستهلاك المحلي ولكن انا اؤكد لك ان القدرات العفكرية الاسرائيلية لا تستطيع ان هي يعني تفتح جبهات جديدة في المرحلة الحالية تحت اي ظرف وبالظروف وبالتالي انا يعني اعتقد ان اسرائيل الذات بتثمن المعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وفي نفس الوقت بتثمن هدوء خط الحدود ما بين البلدين على مدى سنوات مضت ومرت فيها ظروف عصيبة كثيرة وبالتالي زي ما احنا قلنا ده اتفاق دولي مصر موقع عليه وملتزمة به وفي نفس الوقت فيه قوات متعددة الجنسيات اللي موجودة في سناء بترايب اي انتحكات موجودة من اي طرف وبالتالي انا يعني في النهاية اقدر اقولك انه لن يحدث اي شيء او اي مساس او احتكاك او تصعيد مع الجانب المصر تحت اي ظرف من الظروف من ناحية السياسية القياس بيقول انه اسرائيل لا تستطيع ان هي تخسر يعني قوة السلام المصري الاسرائيلي لا تضحي به تحت اي ظرف من الظروف لان ده هيجر اشياء كثيرة جدا وهي في النهاية لا تستطيع ان هي تجعبها او انها تقوى على مواجهتها في المرحلة الحالية انا مؤكد لحضرتك ان اسرائيل في اضعف حالتها في هذه الايام رغم كل الدعم الابريكي والدعم الغربي من بعض الدول ولكن هي في اضعف حالتها وبالتالي عليها ان هي يعني السواخ الحذر وتراعي عملية التصريحات لان طبعا حباك عارف ان الاعلام الاسرائيلي هو اعلام يعني مستعدة دائما لاطلاق كده قنابل اختبار او صيحات اختبار زي ما بنقول ويشوف ايه مداها ولكن هي في النهاية لا تمثل الواقع ولا تمثل انه في ارادة لتنفيذ مثل هذه يعني الاخبار اللي بتطلع من الحين الاخر ومصر موقفها واضح وانا اؤكد لحضرتك انه يعني انا اسمك التعليق حضرتك الموضوع مش بسهولة اللي الناس بتخيلها انه يكون فيه هناك اي محاولة يعني احياء قدر من التوتر على حدود المصرية الاسرائيلية تحت اي زرف وزروف ويمكن عليك فاكر ان اي حدث كان بيحصل من جانبهم كان بيتم الاعتذار عليه تاني يوم على طول او في نفس اليوم احيانا نتيجة انه هو فعلا لا يستطيع ورعي اقوى انه هو يدخل في توتر مع مصر في خطر حدوده بالذات في هذه الايام اللي العلو كله يعني حضرت هذه المنطقة تحت المجهر وبيرائب كل خطوة لكن قد يكون هناك محاولات في الخطرة القادمة انه هو يسيطر على عملية دخول المساعدات بشكل اكبر عشان كده هو موضوع مثلا منفذ او معبر كرم ابو سالم هو بيضعه دائما تحت رقابته ويمكن هو متوقع ان هيكون فيه امداد ومساعدات اكثر في الفترة القادمة وبالتالي بيتحسب لمثل دخول بعض الاشياء اللي هو يمكن يرى ان هي مش هتكون تحت سيطرته وبالتالي قد يكون هذا وهذا الهدف من الموضوع اصارت الموضوع ممر صلاح الدين لان انا بحب اسمليه صلاح الدين اكتر لانه في النهاية هو كان اتفاق في عام 2005 ما بين مصر واسرائيل ودول اخرى على ادارة هذا الممر وادارة معبر كرم ابو سالم وده كان بعد خروج اسرائيل من غزة وبالتالي انا بشوف انه لكل هذه التصريحات احنا لنقودها يعني بقى بحذر وكل شيء ولكن في النهاية هي لم تؤدي لشيء ومصر قوية راسخة تستطيع ان استعمل مع مثل هذه الموضوعات سياسيا وبطرق اخرى ايضا عظيم جدا انا بشكرك جدا 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 معالي السفير معالي السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الاسبق محمد العرابي وزير خارجية مصر الاسبق